ونفتح نافذاتنا اليومية لتحليل تطورات المشهد مع ضيفنا في الستوديو الوزير الفلسطيني السابق والقيارية دكتور سفيان أبو زايد أهلاً وصالحاً أهلاً بك كلمة سفيان قبل قليل كنا نعرض للقطات لمحاصرة بن جفير من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين والمحتجزين وهو يهم بركوب سيارته كانت هناك مظاهرات اليوم أمام منزل نيتانياهو وكذلك هناك زخم كبير في هذا القصوص هل الأمر مختلف هذه المرة بعد هذا الشريط المصور الذي بثته كتائب القسام للمحتجز هيرش بورين يعني الهدف من بث الشريط هو عملياً التفكير للإسرائيليين أن هناك أسرة وأن الحكومة الإسرائيلية لا تبذل أي جهد من أجل إعادتهم خاصة في ظل يعني تعثر المفاوضات عملياً ليست تعثرها هناك توقف في المفاوضات عملياً لا يتوجد أي نوع من الاتصالات بين الأطراف وبالتالي كتاب القسام كما في كل مرة عندما يكون هناك تعثر وهناك توقف للمفاوضات يتم بث شريط من هذا النوع عملياً هذا يؤثر على الرأي العام ويؤثر على أهالي الأسرة لأنه مباشرة يعني كانت هناك احتجاجات لماذا بن كفير؟ لأنه الأهالي الأسرة يشعرون بأن الشرطة الإسرائيلية تتعامل معهم بقساوة غير معهودة بناء على تعليمات بن كفير وبالتالي هناك غضب كبير عليه بشكل خاص وليس عليه على كل الحكومة ولكن هو بصفتي مسؤولاً عن الشرطة الإسرائيلية هو المعارض الأول والمعارضة هو واسموتريش لأي صفق طبعاً لهم معارضين لأي صفق التبادل ولا يخفون مشاعرهم يعني يعتبرون متعامل ومحهم أنهم ضحايا وأنهم قتلوا في السابع من أكتوبر وأحد الوزراء قال هذا الكلام سموتريش نفسه تمروا محهم يعني هذول راحوا في الحرب وانتهت ولكن لا يستطيعوا أن هذا الرأي لا يمكن أن يكون ساعداً في إسرائيل نتنياو ربما يتصرف بالمناسبة هو يتصرف بهذا المنطلق مثلهم ولكنه لا يستطيع أن يعبر عن هذا الجعود لأهالي الأسرة وللأسرة المحتجزين كما يعبر عنه بن كفير وسموتريش طيب يعني هناك طبعاً اجتماع لمجلس الحرب غداً حسب الوكالات والوسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا الاجتماع سيبحث بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح يعني نحن دكتور صفيان معك نتحدث عن هذه العملية وعن التصريحات التي يطلقها نتنياهو وأركان حكومته كل يوم وربما أكثر من مرة في اليوم يعني هل تعتقد أن الصورة ربما تتغير بعد عياد اليهود؟ يعني أولاً أعتقد اليوم كان هناك اجتماعاً كما نشر الإعلام الإسرائيلي كان هناك اجتماعاً بين هيرتسا ليفي ورونين بار من الجانب الإسرائيلي وبين رئيس المخابرات المصرية حول موضوع رفح أو بمعنى أداء هو حساسية الأمر بأن هناك عمليات عسكرية ستجرى على الحدود وهذا جزء من الاستعدادات في اعتقادي وفي هذه النقطة تحديداً جزء من هذه الاستعدادات يعني مصدر مصري مسؤول يقول الآن بأن القاهرة تجدد رفضها القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وكأن هذا المصدر يعني يقول بأن اجتماع هيرتسي هاليفي وكذلك رئيس الشباك في القاهرة لا يبحث مسألة إعطاء ذو أخضر مصري لهذه العملية المصدر أيضاً يقول أن إقدام جيش الاحتلال على التواجد العسكري في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل المعروفة بالمنطقة دال يعد خرقاً لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عفواً وسيتم الرد عليه من جانب القاهرة وبشكل حاسم أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية سيتم الرد عليه من جانب القاهرة وبشكل حاسم هذا يعني فيه ربما بعد أن غادر الوفد الإسرائيلي هذا مفهوم دكتور عمر بأن إسرائيل تدرك الموقف المصري وتدرك حساسية الأمر وتدرك الرفض المصري لذلك هم يحاولون بقدر الإمكان التخفيف من حدة من ردة الفعل المصرية هذا هي الهدف من الاجتماع أكيد هو لم يذهبوا لأناك لكي تقول لهم المصر يتوكر على الله يعني هاي معك وضوء أخضر أكيد لا لكن هم يدركون أن هذا الأمر حساس جداً بالنسبة لمصر وبالتالي هم يحاولون أن يعني يخففوا من هذه الحساسية الأكثر من ذلك وفقاً لما نشر اليوم في الإعلام الإسرائيلي في بعض وسائل الإعلام أن الخطة الإسرائيلية في موضوع رفع هي البقاء في الجانب الفلسطيني طبعاً على الحدود الفلسطينية المصرية البقاء مدة طويلة لكي تشكل حماية للفرق الهندسية التي ستعمل على الحدود وأنا في اعتقاد يا عمر أكثر شيء هم يريدونه من موضوع رفع هو تحصين الحدود الفلسطينية المصرية لكي يتأكدوا أنه لا يوجد هناك أنفاق ولا يوجد هناك تهريباً للسلاح هذا هو الأساس كل موضوع كتاب فيه هناك أربع كتاب وغيره هم عارفين أنه يعني مش راح باستنهم الكتاب قاعدين عشان العمال ما يجوا هم فهمين أنه يعني هذول ممكن يطلعوا على مناطق أخرى في القطاع ولكن الهدف الأساسي في تقديري من العملية هي الحدود الفلسطينية المصرية اسمح لي دكتور سفيان أيضاً نستكمل هذا التصريح المهم وربما لاحظت معي أن اللهجة ربما أقوى من سابقاتها في مسألة هذه التصرحات الصدرة عن مسؤولين مصريين يقول لا صحة لوجود تنسيق بين القاهرة والأبيب بشأن عملية اجتياح رفح الفلسطينية وأنه لا صحة لاجتماع مسؤولين أمنيين وإسرائيليين في القاهرة اليوم للتنسيق بشأن عملية في رفح وفي النهاية يقول يعني الخبر أنه مصر تكتب اتصالاتها مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى لوضع حد الحد تعليقاً يعني هذا مفهوم يعني أنا أتفاعم ما هو الهدف من هذه التصريحات الحادة هذه التصريحات الحادة نسبياً المصرية هي تأتي نتيجة القناعة أن العملية العسكرية في رفح والشيكة يعني في اعتقادي هناك إدراك بأن إسرائيل نتنياهو لأسباب سياسية أكثر منها عسكرية بالمناسبة هو يريد أن يقوم بهذه العملية في رفح في اعتقادي هذا يحتاج إلى عمرهم الجيش كما قيل وكما أعلن هرسة ليفي صادقة على الخطط في لواء الجنوب ولكن الكابينيت حتى الآن لم يعطوا الضوء الأخضر وبالتالي الكابينيت الجيش ينتظر إعطاء الضوء الأخضر من الكابينيت ولكن الكابينيت أيضاً هو ينتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية وبمناسبة الضوء الأخضر الأمريكي اليوم مساعدة لأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي كانت تتحدث الإعلام وتقول ننفي بشكل قاطع التقارير الإسرائيلية عن قبول واشنطن قراراً إسرائيلياً بمهاجمة رفح أي لم نمنح الضوء الأخضر لإسرائيل الموقف الأمريكي واضح في أكثر من تصريح هم على الأقل إما أن يقولوا أننا لن نمنح الضوء الأخضر ونحن ضد اشتياح رفح وإما أن يقولوا أنه يجب على إسرائيل قبل الإقدام على أي عمل تأمين المدنيين تأمين الحفاظ على سلامة المدنيين وتأمين إجلاهم من هناك وهذا لم يحدث حتى الآن ليس هناك تأمين وليس هناك إجلا وكل الحديث عن إخامة مخيمات ونصب خيام لاستقبال الأجين هي حالياً لا تسير كما يريده الإسرائيليون ولكن نشر اليوم الإسرائيليون نشر صوراً بالأقمار الصناعية لمخيم هذه الصور لا تكفي لمليون واحد هذه الصور تكفي لخمس تلاب ست تلاب لا تكفي لمليون واحد هذه الصور مضللة بمعنى أنها يعني تعطي انطباع بأن هناك عملاً دؤوباً من أجل توفير أماكن النازحين ولكن عملياً لم يتم حتى الآن أحد الأسباب أن كل المنظمات الدولية تقريباً خاصة تابعة للأمم المتحدة رفضت التعاون مع إسرائيل في بناء هذه المخيمات لأنهم لا يريدون أن يكونوا شركاء في هذا العمل العسكري أو يظهروا كأنهم شركاء في هذا العمل العسكري وبالتالي لن يكون هناك في تقديري مخيمات كما يتصور أو كما يحاول أن يسوق الإسرائيلي أن هؤلاء سيخرجون من رفح إلى أماكن آمنة وإلى أماكن منظمة هذا لن يحدث طيب عودة ليه الموقف الأمريكي يعني خلال الأيام القليلة الماضية بدأ وكأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تروج لمسألة الضوء الأخضر الأمريكي أخذنا أو حصلنا على ضوء أخضر أمريكي هكذا كانوا يتحدثون هل برأيك هذه المسألة حسمت بتصريحات مساعدة بلينكين اليوم؟ لا هذا أكيد أكيد لم يأخذوا لأنه يعني لو أخذوا الضوء الأخضر الأمريكي كان نعملوا يعني لأنه العقبة الأساسية في تقدير التي أعاقد طوال هذه الفترة أي عمل عسكري في رفح هو الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي الرافض لأي عمل عسكري بالشكل الذي تريده إسرائيل ولكن نتنياهو في تقديري هو المسألة بالنسبة له مسألة أساسية لأنها هي الضمانة لاستمرار هذه الحرب إذا لم يكن هناك عمل في رفح ورغم استمرار القصف والدمار وحتى في شمال غزة في بيت لايا وفي بيت حنون وفي جباليا ولكن هذا بالنسبة لنتنياهو لا يعني أن هناك حرباً هو يريد هناك هدف لم يتحقق بعد وبالتالي هناك مبرر لاستمرار وجوده وهناك مبرر لعدم إجراء انتخابات في إسرائيل وهناك مبرر لعدم تشكيل لجنة تحقيق للبحث في إخفاقات السبع من أكتوبر ومن يتحمل مسؤوليته اليوم الإعلام الإسرائيلي يعني كان يتحدث عن أنه الجيش أعلن تعبئت لواءين احتياط من القوات الاحتياط للقيام بعمليات في قطاع غزة أيضاً رويترز نقلت عن مسؤول في وزارة الجيش الاحتلال أنه نستعد الإجلاء المدنيين من رفحهم ومهاجمة معاقل الحماس يعني إذا جمعنا كل هذه التصريحات وكأن هناك إصراراً على القول بأن مصرح العمليات يتم إعداده على قدم وسط صحيح صحيح وهذا بالنسبة لموضوع استدعاء اللوائين هو ليس ليس جديد أحد هذه الألوية سيستبدل اللواء النحل الذي يفصل غزة شمالها عن جنوبها وفي اعتقاد أيضاً سيتم استدعاء ألوية أخرى في القريب العاجل كل هذا يوحي أن الأمر جدي الآن هذا لا يعني أن الأمر سيحدث طالما لم يحدث هذا لا يعني أنه سيحدث لأن هناك اعتبارات كثيرة منها الاعتبار المصري ومنها الاعتبار الأمريكي كأكثر اعتبارين يعني أشكرك شكراً جزيلاً دكتور سفيان أبو زايداً وزير التلسطري السابق وقاتل شكراً 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 شكراً